اسم الآب والابن والروح الخدس والإله الواحد له كل مجدل أبد آمين سفر التكوين إصحاح 28 بدءا من العدد 10 فخرج يعقوب من بئر السبع هي مش بئر السبع الحقيقة سبعة بئر السبعة لأنهم كانوا سبع أبار فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو هاران وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت وأخذ من حجارة المكان وضعه تحت رأسه فاتجع في ذلك المكان ورأى حلما وإذا سل منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازل عليها على السلم وهو ذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق الأرض التي أنت متجع عليها أعطيها لك ولنسلك دي الرؤية دي الرؤية اللي رأاها يعقوب ثم نذهب إلى يحنى واحد وفي الغد وفي الغد رأى يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد في لبوس فقال له اتبعني وكان في لبوس من بيت الصيدة من مدينة أندراوس وبطرس في لبوس وجدنا سنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة فقال له نسنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح قال له في لبوس تعالى وانظر ورأى يسوع نسنائيل مقبلا إليه فقال عنه وذا إسرائيل حقا لا غش فيه قال له نسنائيل من أين تعرفني أجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك في لبوس وأنت تحت التين رأيتك أجاب نسنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل أجاب يسوع وقال له هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة سوف ترى أعظم من هذا وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان علشان اللي ما سمعش الشرح الموروس في تاريخ الكنيسة أو تاريخ الأباء عن وأنت تحت التين رأيتك يقول القصة الثاني باختصار البعض بيتصور لأنه بيدرس الإنجيل باجتهاد الزهن وليس بدراس التاريخ العهد الجديد ومورسات التاريخ قالت إيه فبيقول لك أن ناثنائيل كان قاعد يتأمل تحت الشجرة فرقاه يسوع فبيقول له وأنت تحت التين رأيتك طب وإيه المعجزة في كذا إيه المعجزة في أنه كان قاعد تحت التين ويسوع فايت ويشاف إيه اللي يخليه يصرخ أنت ابن الله طبعا هذا يعني كلام مش مش دقيق والقصة التاريخية الموروثة بتقول أن ناثنائيل كان من عمر المسيح ومن ثم فقد كان أحد الأطفال اللي مطلوب قتلهم في مسبحة بيت لح وعليه فإن أمه لما لقت الجلود بيقتحموا البيوت وبيقتلوا الأطفال خدت ناثنائيل وهو بيبي صغير وخبأته وخبأته في شجرة التين اللي كانت في الحوش بتاع البيت حطته بين فروع شجرة التين ودخل الجلود وفتشه وفتشه ولم يجدوا أطفال وبقى البيبي ما فتحش صوته وما تعرفش ولم يعرف أحد بالقصة إلا أن أمنا أمنا سنائيل حكت له ما حدث وكان سنائيل هو الوحيد اللي عارف أنه خبأ في التين اللي كانت في ال ال الحوش اللي وره بتاع البيت ومن ثم نجا فالرب جاي وقوله بقى وأنت تحت التين رأيتك طب أنت كنت بيب أنت كمان زي شفتيني إزاي وعرفت إزاي وشفتيني إزاي وما حد أعرف الحكاية دي فعشان كده أنا سنائيل قال له أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل يبقى أنت كنت باصس من فوق ناظر من الأعلى ويبقى أنت كنت موجود من الأول يبقى أنت ابن الله فلهذا لما الرب كشف له أنه كان شايف من ذلك الوقت من بدري آمن لأن الكلام يكشف معجزة مذهلة عن من هو المسيح الذي يكلمه زي ما الرب قال لهم قال لليهود قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وهو يقول لهم إبراهيم أبوكم تهلل أنهر يومي فرأى وفرح فقالوا له إيه اللي يقولوا هذا فين أنت وفين إبراهيم يعني ألك خمسون سنة بعد فين أنت وفين إبراهيم فقال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فرأيتك تحت التينة بالضبط مساوية لقبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ومن هنا آمن نثنائيل فالرب قال له علشان قلتلك أن أنا رأيتك تحت التينة أمنت لا ده لسه فيه أكتر من كده لسه فيه استعلان لسلطان الله واستعلان لمجد الله أكتر من فكرة أنه قبل أن تكون أنا كائن إيه بقى قال له من الآن ترون السماء ها مفتوحة واحد اتنين رجعوا للرؤية اللي شافها جده قال له أنت إسرائيلي حقا اللي يغش فيه فرجعوا لل يعني مش فكرة الرؤية اللي شافها جده رجعوا للنبوة اللي التوراة أخبرته عنها اللي هي موضوع افتخاره يعني الإسرائيلي الحقا اليهودي حقا هو اللي افتخاره به أن موسى كلمه الله وأنه أعطاه التوراة فهو رجعوا للإفتخار بتاعه وقال له إن افتخارك بيخبرك عن السلم الذي رآه يعقوب أو السلم بقى الرؤية النبوية اللي شافها يعقوب من آلاف السنين هذه الرؤية هذا السلم هو أنا أنا هذا السلم اللي سيصل ما هو شاف السلم إيه شاف السلم من الأرض لغاية السماء وشاف الرب واقف على السلم خلي بالك من الكلام هو ما قالش في سفر التكوين عبارة ترون السماء مفتوحة لأن لأن هذا كان إعلان يعني أبعد من إمكانية فهم إنسان العهد الأديم لكن الرب يضيف بقى على فكرة إن فيه السلم بين الأرض والسماء وملائكة الله يصعدون وينزلون على إيه ابن الإنسان هو السلم أنا فقط عايز أدبه ذهنك لأن كلمة ملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان ما تاخدش منك فكرة السلم السلم مش عشان ينزلوا عليه السلم عشان يطلعوا عليه ده اللي هنجيله بقى فالآن هو بيقوله إنه هو السلم الذي رأى يعقوب اللي هيأخذ يوصل بين الأرض والسماء وبيضيف بقى السماء طرون السماء مفتوحة الرب قال إيه ليس أحد صعد إلى السماء ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء هشوفت بقى فكرة السلم تالي يعني إيه ليس أحد صعد إلى السماء يعني لو قفنا عند عبارة ليس أحد صعد إلا الذي نزل كانت برضو تبقى يعني سهلة الفهم محدش طلع إلا لنزل ماشي لكن الإعلان الأكبر هنا إن اللي نزل ابن الإنسان اللي هو دلوقتي وهو بيتكلم على الأرض في السماء تاني تاني ليس أحد صعد إلى السماء حد صعد للسماء إلى السماء عينها حتى لما يقول أخذ إلي أو إلى السماء ليس إلى السماء عينها فمحد الصعد إلى السماء عينها إلا اللي جاي من هناك اللي وهو بيتكلم هو ابن الإنسان الذي هو في السماء إحنا لسا نقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن لا دلوقتي فيه إضافة غير قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن الإضافة إن أنا كائن في نفس الوقت على الأرض وفي السماء ومن هنا فالكائن الكائن على الأرض وفي السماء في وقت واحد هو الوحيد اللي قادر إنه يوصل الأرض بالسماء وهو الوحيد اللي قادر هذه فكرة السلم جاية هاي وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع هو الوحيد اللي يبقى قادر إنه يوصل بين الأرض والسماء وهو الوحيد اللي قادر أن يجذب الجميع من الأرض إلى السماء لغاية لغاية كده الكلام برضو معروف لنا معروف لنا إنه لما يسوع ييجي على السحاب ها يأخذنا إلى السماء وهو السلم لا يبقى السلم هذا يبقى اختطاف ليس سلم أما السلم يبقى إيه يبقى طريق حاضر ودائم وممتد بس هو بتعريف العصر بقى بتعريف العصر لما يبقى سلم من الأرض والسماء ده مستحيل تطلعه نفسك يتقطع من زمان إذا كان هو اللي بيرفعك هو اللي بيأخذك هو اللي بيحملك مفتاح الفهم للرسالة اللي عايزة أقولها اللي دي هو في العبارة التالية يعني إيه السلم منصوب على الأرض أي أرض يعني كلمة على الأرض بتشير إلى إيه الأرض يعني يعني القشرة القشرة الأرضية طب السلم هو المسيح اللي موصل بين الأرض والسماء طب والأرض تبقى مين الانسان الانسان هو الأرض بتاعت السلم اللي اللي لما يبقى الإنسان هو الأرض اللي منصوب فيها السلم يقدر يقدر السلم أن يأخذه إلى السماء نروح للتطبيقات بقى السلم السلم هو المسيح والأرض اللي منصوبة عليها السلم هي الإنسان إزاي يعني يبقى المسيح اللي موجود في الأرض وفي السماء كائن جوه الإنسان المحدود إزاي أهو ده سر العهد الجديد الإجابة على السؤال ده هي سر العهد الجديد اللي ما أخذ شبال بأنها يبقى مفهم لغاية النهاردة هي إرسالة العهد الجديد وأنا قد أعطيتهم الرب يقول في وحنة 17 وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد أنت في وأنا فيهم ليكونوا مكملين إلى واحد ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيه كيف يصير المسيح فيه وكيف يصير المسيح فيه سلم موصل من الأرض للسماء حينما يكون فيه الحب اللي أحبني به يعني يعني ايه يعني ايه يكون فيه الحب اللي أحبني به يعني صار فيه صار لي ذات المحبة اللي هو أحبني به لما أحبه زي ما هو حبني يعني ايه يعني هو ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه من أجل أحباه يعني ايه أحبه زي ما هو حبني يعني لما يبقى هو أغلى حب في قلبي ما هو ده الحب بقى اللي حبني به هو حبني بدرجة أنه يعني بقيت أنا أغلى من ذاته يبذل نفسه بقيت أنا أغلى حب أنت طبعا مش مش بتخيل يعني أنت تبقى أغلى حب هو احتمل الصليب مستهينا بالخزي امت امت يبقى المسيح في لما يبقى هو أغلى حب طول ما في حاجة تانية ضده بحبها مش ممكن يبقى المسيح في ممكن أبقى مؤمن بالمسيح وموحد بالله ماشي ممكن أبقى أثقه في الكنيسة ماشي كل ده ماشي لكن اللي مش ماشي ان ما ينفعش يبقى المسيح في وفي حاجة تانية بحبها لا 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 أنا ما بحبش حاجة غير المسيح المال الحاجة دي بتضغط عليك ليه المال مش قادر تبطل هليه يعني انت تعاحت بدل المرة خمستاشر مرة انك هتقطع الخطيئة دي من يعني فرضا بنتكلم عن محبة اللذ فرضا بنتكلم عن محبة الزا لأ تاني مرة انا مش هنحز لذاتي واغفر وحب واغفر ليه لسه مش قادر اكف عن الانحياز لذاتي لسه بحبها ليه لغاية نارضة مش قادر اكف عن السقوط في الشهوة لسه بحبها فيه فرق بين انك تبقى مؤمن انت مؤمن انا ما انكرتش عليك انك مؤمن وفيه فرق بين انك قبلت خلاص المسيح انا ما انكرتش عليك لكن انا بقول اكون فيهم ايه اللي هيقول عشان تبقى عارف ايه اللي هيقول يقول ان المسيح فيك وايه الذي يقول بك الى ان يكون المسيح فيك ان لا يكون عندك اي محبة اغلى منه زي ما كنت انت اغلى حاجة هو يبقى اغلى شخص عمك مقابل محبة الذات محبة الجسد محبة العالم كل اللي استخدم ان عشتم حسب الجسد فستموتون غصب عني خلاص هتموت غصب عنك طول ما انت عايش حسب الجسد تموتون اصل هو ومن مش انا السبب ماشي النتيجة ان عشتم حسب الجسد ايا كانت المبررات تموتون وان كنتم بالروح الروح القدس تميتون محبة الذات محبة الجسد محبة العالم هي تميتون اعمال الجسد نتيجة ايه ستحيوه ايه اللي هيحييكم الحي ومفيش حد يملك او يمكن ان يصير له حياة ابدية في ذاته محدش الوحيد الذي له الخلود في عدم موت هو الله الله هو الوحيد بنص العهد الجديد الذي له الخلود في عدم موت طب امتى انا يبقى للخلود في عدم موت امتى انا احيا الى الابد امتى انا تكون ليا الحياة الابدية حينما يكون الحي في المسيح انا هو الحياة يبقى المفتاح ايه يا جماعة المفتاح ايه الحب طيب طيب اعمل ايه عشان احبه او بلاش اعمل ايه عشان احبه اعمل ايه عشان الحب داي بقى فيه مدام هو عطير طيب انا قلتلك المحبات دي لا خلاص يعلم الله بطلت الحاجات دي كلها اعمل ايه التاني اعمل ايه عشان محبة الله تبقى فيه ها حب حب الاخر حب اعطي نفسك للمحبة كل ما تدي نفسك للمحبة المحبة تديك نفسها ادي نفسك للمحبة تديك نفسها ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه حبه وابدل نفسك لأجله هو ما بيقدرش هي ليس مقصة انا بحبك لكي تتطوص يئ بحب ردت الحب بحيات عكسية أنا مش فرق معايا ليه؟ لأن الهدف بتاعي مش أنت العلة بتاعته مش استجابتك هي المقياس طبعا المقياس إيه؟ إن أحب كما أحبني أصل المردود بتاعي لا علاقة له بك خالص المردود اللي أنا منتظره على الحب هو المردود أنت ما تعرفش تعمله شايف الغلطة اللي ناس بتاع فيها منين؟ أنا عملت له وهو ما بيقدرش هل تعمله عشان يردلك؟ اقرضوا وأعطوا وأنتم لا ترجونا شيئا إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم؟ أليس العشارين والخطايا بحلول هذا؟ أقرضوا أيه المعنى؟ المعنى إن أنا بأعطي نفسي للحب من أجل الحب والمردود بتاعي هو المحبوب الأزلي نفسه بيع خذ نصحتي بيع بيع الرخيص جربوا مرة واحدة النصيحة اللي قلتها لكم كثير بيع الرخيص واشتري الغالي اتنازل عن ذاتك عشان تربح المسيح اتنازل عن ما يبهجك وما يلززك عشان تربح محبة الله انعيرتم باسم البر فطوبة لكم لأن روح المجد والله يحل عليكم بعد ما ضربوهم في المجمع الرسل يعني ذهبوا من أمام المجمع فريحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه ليه؟ لأن روح المجد والله يحل عليكم اللي فاهمين انهم حيقتنوا المسيح بسبب انهم مؤمنين وموحدين أرجو أن يراجعوا أنفسهم اللي بيعتبروا كونهم مؤمنين هذا شيء يميزهم عن الآخرين أرجو أن يراجعوا أنفسهم اللي حيخليك تقتني المسيح المحبة من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه خلاص؟ ده واحد اتنين بقى اتنين لما يبقى هذا الحب مقيم فيك محبة الله ثابتة فيك خلي بالك من ثابتة أصل ناس كثير محبة الله تأتي وتروح بالثابتة يعني بيطلبها ويقتنيها وتبقى جوا محبة الله ويبقى الحب متوهج وجميل وفرحان ويخرج من الاجتماع أو يخرج من الصلاة يقابله العبد رفيقه اللي عليه ليه خمسين دينار يمسك في رقابته يعني ايه؟ يعني يجي إبليس يفكره بالعمل فيه العبد رفيقه فيبتدي يغلتاش تبقى مستابتة أغير كلمة ثابتة بكلمة أخرى مقيمة مستقرة كائنة محبة الله كائنة في داخله محبة الله بتضبط تصرفاته بتضبط توجهاته بتصحح أخطائه كائنة متخيل يعني ايه؟ محبة الله كائنة ملياة 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 وبطريقة ها؟ ثابتة ومستمرة اسمعوني كويس لما تعطي نفسك للمحبة بطريقة منتظمة توصل لحالة أن تصير محبة الله ثابتة ومقيمة ومستمرة فيك أهدي بقى حالة حضور المسيح أهدي بقى حالة أن السلم اتنصب فيك أهدي بقى الحالة اللي تخليك تجلس معه في عرشه مش بيقول كده؟ من يغلب فسيجلس معي في عرشه كما غلبته أنا وجلسته مع أبي في عرشه؟ ده وانت هنا على الأرض أمان لما تروح هناك يبقى إيه؟ الحب بيعمل حالة حضور للمسيح محبة الله المستقرة فيك بتعمل حالة ارتفاع بك إيه إلى السماويات إلى عرش الله بالحب بالعقل بالمشيئة فأنت تسافر إلى هناك بالحب والعقل والمشيئة مش احنا أول ما بنبتدي القداس بننقل من الصلاوات اللي في المقدمة إلى صلاة التقديس أول حاجة بنقولها إيه؟ ارفعوا قلوبكم فالكليسة كلها ترد وتقول هي عند الرب نحن نحن جهزون هنخش طبعا مش كل الناس بتعمل كده بس قديك بتتعلم أهو ده اللي هيخلي القداس يتحول بالنسبة لك إلى حالة حضور حركة العبور دي حركة ركوب السلم دي إن الحب خدك ووداك بقلبك عند الرب دي دولة اتنين ثلاثة بقى ثلاثة إنه الموضوع لن يتوقف عدة إنك تبقى عند الرب وإنك تذهب إلى هناك بروحك وعقلك ومحبتك أعطيه سلطانا على الأمم تحكم به بسلطان الروح الصلاة الشفعية تحكم مش لازم ينتخبوك ولي عهد ولا ولا رئيس وزراء ولا حاجة مش هو رئيس ملوك الأرض مش هو الأمر اللي بيخرج منه بينفذه تجلس يجلس معي في عرشي أعطيه سلطانا على الأمم فسنملك معه على الأرض أهده أهده يعني يملك تملك في سلطانه هو ده العرش تملك في سلطانه في قوة سلطانه ما هو الراجل اللي مننا وعلينا اللي كان يعني عنده ضعفات زينا برضو ده الرسول بطرس ما هو قال لغزال وانياس يشفيك يسوع يانياس ليس ليه ذهب ولا فضة ولكن الذي يليك أعطيك باسم يسوع قوم قوم ده للمكسح بيقول للمكسح قوم كويس إن المكسح ما قال له طب ش فينا عشان أقوم قام غزالة قومي قومي يا بنتي قامت أهده إيه يملك في سلطانه اللي بيحصل على مستوى الأفراد يحصل على مستوى الشعوب يحصل على مستوى الحرب الروحية في السماويات يحصل على مستوى تحريك الجبال الإنجيل مجد ما تعرفهوش ما شفتهوش بس المجد مش بالإيمان يشبه ملكوت السماوات إنساناً تاجراً جامع لقالق حسنة فوجد لقلقة واحدة غالية السماوات بكم دي؟ قال له بكل اللقالق اللي عندك طب في بس واحدة بس أحب أحجزه يبقى ما تقدرش تاخد اللقلقة وهو ده اللي مضيعها عليك هو ده اللي مضيع عليك فرصة إنك تاخد اللقلقة إن تمنها كل اللقالق وليس تسعين خمسة وتسعين في المية من اللقالق اللي عندك بيع بيع الرخيص واشتري الغالي بيع الفاني واشتري الأبدي بيع محبة الزات واشتري محبة الله آخر حاجة بقى عشان طولنا في الكلام هنقوله في كلمة واحدة لما تبقى محبة الله فيك يبقى المسيح فيك لما يبقى المسيح فيك تقدر تعطيه للآخرين تسلمه تسلمه للمحتاج إلى الشفاء فينال به شفاء تسلمه للمكسور ينال به عزاء تسلمه للميت يقوم بالأموات تسلمه للمغلوب من الشر يستلم حياته غلبته النبوة اللي في سفر زكريا يتقول إيه في ذلك اليوم يصير العاثر كداود داود دا الملك جلالة الملك العاثر يعني بلغة العصر التعبان اللي فيهم هذه العاثر يصير التعبان اللي فيهم العاثر كداود كداود وبيت داود كالله الله بيع محبة الزات واشتري المسيح بيع مجد العالم واشتري المجد الأبدي بيع القوة والسلطة والسطوة الإنسانية واشتري أن تجلس معه في عرشه كل الكلام دا حقيقة وتنفذ في حياة رجال الله على مدى السنين مصل كثيرة بلا عدد اتحققت الوعود في حياتهم ومش بعيد أقل له إن العاثر فينا يبقى زي دو لو يعني المسائل ما كملتش ليجلس معي في عرشه أقله أقله يصير العاثر كداود وبيت داود كالله له كل مجد في الكريسة لجيال الده آمين